السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر السادة الوزراء وجميع السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نارضي رئيس أعرض على حضرتك بلفز مهم جدا ومحور مهم جدا بيشتغل على التحالف الوطني العامل أهل التنموه ومحور التمكين الاقتصادي الهدف من التمكين الاقتصادي هو نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الانتاج والاكتفاء وتوفير حياة كريمة طليق بمن يستهدفهم التحالف الوطني من الفئات الأكثر احتياجا وكان لابد من إحداث أثر تنموي مستدام عن طريق دمجهم في سوق العمل بما يضمن لهم عوائد تنقلهم إلى مرحلة التمكين فالتنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية لن تتحقق إلا بالتحرك نحو التمكين الاقتصادي لأنه ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات البطالة والفقر والدخل وجودة الحياة وتعزيز الميزة التنفسية للاقتصاد المصري ويضمن تنوعه ومروناته في مواجهة الأزمات وتماشيا مع جهود الدولة المصرية لتوطين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يسعى التحالف الوطني للعمل لأهل التنموي من خلال أعضاؤه إلى إحداث التمكين الاقتصادي في كافة محافظات مصر وذلك وفقا لما يلي أولاً رصد احتياجات كل محافظة الميزة التنفسية التي تتيح لأعضاء التحالف الوطني دعم المشروعات الصغيرة ومتنائية الصغر إتاحة التدريب والتعليم من أجل التشغيل لتعظيم الفرص المتاح المحاور الأساسية للتمكين الاقتصادي هي خمسة محاور أولاً التمويل ويتم من خلال الدعم اللازم للمشروعات المستهدفة ثانياً التدريب ويتم من خلاله تدريب الفئات المستهدفة لإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مشروعاتهم ثالثاً التشغيل ويتم بتنفيذ المشروعات ومتبعتها المستديمة وحل مشاكلها ثم الإنتاج مما يؤدي إلى تحقيق الاستدامة ومن النتائج فانتم التي تحققت على أرض الواقع في ملف المشروعات الصغيرة عام 22 نفذنا على أرض الواقع تسعة وتلاتين ألف وخمسمائة مشروع بتكلفة إجمالية مليار مئة خمسة وتمانين مليون جنيين عندنا فانتم تنوع في المشروعات اللي بنقدمها للمستفيدين وعلى سبيل المثال مشروع كشك البضاعة اللي بنسلمه لإخواننا من زو الهمم والفئات التي ليس لديها حرفة معينة تم يفاند مخلال 22 تسليم عدد خمسمائة وسبعين مشروع كشك البضاعة بتكلفة إجمالية 14 مليون ميتين وخمسين ألف جنيه وأهم ما يميز هذا المشروع أنه يوفر على الأقل فرصة عمل وتكلفة تنفيذ أقل بكثير من إيجار المحلات وكذلك يسهل تواجده في مناطق مختلفة نظراً لصغر حجمه وطبعاً داي فانتم بيتم تسليمه للمستفيد شامل البضاعة بعد أغز جميع الترخيص اللازمة من مراكز المدن أو الأحياء وموافقة السادة المحافظين على تنفيذ هذا المشروع في أماكن بعينها ويوجد أيضاً مشاريع أخرى في نفس السياق زي مشروع البقالة والمكتبة ومحلات بيع الملابس ورشة نجارة ورشة حدادة ورشة خياطة عندنا كمان يا فانتم مشروع رأس الماشية مشروع تربيت الدواجن مشروع مراكب الرز مشروع تكفيف الطماطم واستدامة الحرف الإدوية وصلنا لتقريباً 38 ألف مشروع 930 مشاريع صغيرة منتجة بتكلفة تقريباً 775 مليون جنيه ملف التاني يا فانتم وملف مهم جداً في محور التمكين الاقتصادي وهو التدريب يعتبر التدريب هو الوسيلة الرئيسية للوصول إلى التمكين ولذلك تم تنفيذ العديد من الفعاليات التدريبية المختلفة للفئات المستهدفة من الكبار والشباب رجال ونساء من أصحاب المشروعات لإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مشروعاتهم ولتبادل الخبرات وقد تم تمويل هذه الفعاليات التدريبية سواء كانت حرفية أو إدارية أو للتأهيل لسوق العمل بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 4 مليون جنيه كذلك تم يا فانتم تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي الذي يهدف إلى زيادة الوعي بالثقافة المالية والمصرفية وكذلك تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من التحول إلى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ضمن أعمال مشروعاتهم وتم ذلك في عدد من محافظاته الشرقية والأليوبية والغربية وبنسويف وأسيوت والأسر واستمرارا لمسيرة التحالف الوطني لعمل أهل التنموي في دعم جهود الدولة المصرية فإننا نستهدف إن شاء الله فانتم في عام 23 إننا نسلم وننفذ 55 ألف مشروع صغير بتكلفة مالية تقريباً مليار 650 مليون جنيه وطبعاً يا فانتم طبقاً لتوصية حضرتك في شهر يونيو الماضي بالتوسع في السلالات المحسنة من الصروة الحيوانية سواء بتسليمها لصغار المربين أو تربيتها داخل مزارع إن شاء الله يا فانتم عندنا النموذجين إن شاء الله نفذناهم وبنوعد حضرتك إن شاء الله خلال 23 إننا نوصل لمئة ألف راس محسنة إن شاء الله إن شاء الله ومعنا دلوقتي بس مباشر من أحد مشروعات الصروة الحيوانية تابعة لأحد أعضاء التحالف الوطني يا فانتم هيا أعرضها لحضرتك أتفضل يا فانتم أتفضل عرف نفسك صباح الخير يا فانتم صباح الخير يا فانتم أنا دكتور ريدا سكر الرئيس التنفيذي للمزارع وفرة المملوكة لأحدى مؤسسات التحالف الوطني إحنا يا فانتم عندنا في المزرعة ألف وخمسمائة راس أنجس ودي سلالة من أحسن سلالات تحويل اللحم في العالم وعندنا في المزرعة ألفين راس حلاب خلوشتين ودي أعلى سلالة في العالم لإنتاج الألبان وعندنا سيمينتال اللي هي بتشتغل سناء الغرض بتنتج لحمة وبتنتج لبن في نفس الوقت ده يا فانتم يعتبر أول نموذج لاستكمال تنفيذ تكلف حضرتك بإحلال السلالات وبإذن الله في عشرين تلاتة وعشرين التحالف الوطني بصدد استكمال تنفيذ مشروع المئة ألف راس حلاب لصغار المربيين وبنطمن سيادتك بأن التحالف بيعدي مشروع متكامل زراعي إنتاج حيواني صناعي لتنفيذ المبادرة وزراعة الأعلاف واستراد السلالات الأجنبية وتحسين السلالات المصرية وتطوير مراكز التجميع ومصنع الألبان وبتعاون مسلس التنمية الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هننفذ المبادرة في أقل فترة زمانية إن شاء الله وشكرا للسيادتك شكرا دكتور ريدا